هيمنت الأزمة السورية بعيد قمة ثمانية على التصريحات الروسية والأمريكية وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما من ألمانيا أنه لا نية لبلاده بالتدخل في سوريا مشددا على ضرورة المضي قدما في الحل السياسي بينما يتواصل التلسل الروسي الأمريكي بشأن الأزمة السورية والتهديد الضمني بتسليح طرفي النزاع أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أشاكوف أن روسيا تورد السلاح إلى سوريا على أساس قانوني مشيرا إلى أنه ليست لديه معلومات عن عقد صفقات جديدة للسلاح مع سوريا وبشأن مؤتمر جينيف 2 أشار المسؤول الروسي لأن البيانة الختمية الصادر عن قمة مجموعة الثمانية يتضمن التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر بأسرع ما يمكن وأضاف أن مختلف الأطراف لا تزال تعمل مع المشاركين المحتملين في هذا المؤتمر ومن برلين أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أنجيلا ميركل أن بلاده تريد إنهاء الحرب في سوريا نحن واثقون بأن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية أما الروس فهم يشككون في ذلك نحن نرغب في رؤية سورية موحدة وديمقراطية تعيش بسلام والآن نحن نرغب في أن نرى نهاية لإراقة الدماء بعض التقارير التي ترددت علنا تجاوز الحد فيها فيما يتعلق بالفكرة حول أن الولايات المتحدة بشكل أو بآخر تستعد للمشاركة في حرب أخرى ما نريده هو إنهاء الحرب ولا أستطيع التعليق ولن أعلق على تفاصيل برامجنا المتعلقة بالمعارضة السورية بدورها جددت ميركل موقف بلادها الواضح بعدم تسليح المعارضة مشيرة إلى رغبتها في التعامل مع المعارضة السياسية السورية ألمانيا تسترشد بالأعراف القانونية الواضحة التي تقضي بعدم توريد السلاح إلى المناطق التي تشهد حروبا أهلية ولكن ذلك لا يعني أن ألمانيا لن تلعب دورا بناء في العمل السياسي أو تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا من جهة أخرى أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن ثقته بإمكانية إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا خلال تقديمه تقريرا عن نتائج قمة الثمانية أمام البرلمان البريطاني مؤكدا على أخذ العبرة من الوضع العراقي وكانت صحيفة الديلي ميل ذكرت أن كاميرون تخلى عن خطته لتسليح المعارضة السورية وأطلق نداء للقادة الأمنيين والعسكريين في سوريا للانقلاب على الرئيس السوري مقابل ضمان بقائهم في مناصبهم العسكرية والأمنية ومن خلال تعهد مجموعة الثمانية بذلك خلال مرحلة ما بعد الأسد الائتلاف السوري المعارض في بيان له تعقيبا على قمة الثمانية أكد على الاحتفاظ بحقه في العمل العسكري لإسقاط النظام في سوريا مجددا التأكيد على رحيل الأسد كشرط لقبوله بأي حل سياسي وذكرت مصادر إعلامية أن وزراء خارجية مجموعة أصدقاء سوريا سيجتمعون في الدوحة السبت القادم لبحث تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة بعد تراجعها في ظل ما يحقيقه الجيش السوري من تقدم ميداني ترجمة نانسي قنقر